اشنو حكاية اللاعب الجزيري اللي بشي مثل للمنتخب الوطني تونسي هل اليوم نقدروا انو نقولوا للمنتخب التونسي في حاجة لتجنيس ملاعبي بشي مثل للمنتخب خاصة في الخط الخلفي للمنتخب التونسي بغض نظر على بعض الاديئ للملاعبية بغض نظر على النقائص اللي عمنا معا لاش كاليتي كبيرة على محور ادي فيها بشي نرجع ونحكيه اكثر باللي دي تاي لكن قبل هذا خلينا نقولوا عسلمة ومرحبا بالنس لكل المنتخب الوطني تونسي من احسن للمنتخبات قلتها ونعودها اللي موجودة على السياحة الافريقية مقابلة بش تكون مقابلة تحذيرية بما انو بعض عمنا مقابلة مهمة وبش يكون فيها ريهان ريهان كبير جدا بالنسبة لي انا معنا كنشوفو كاستحقاق انك بش تلعب ضد اليابان اللي ربحتها عم ناول في دورة كيرين واعتيتها ثلاثة المرة هذه معناها بش تكون معناها اكا ديريكت ومو بش تلعب معها ماتش مش بتلعب ديومي في نال وتنجم توصل انتي ولا ما توصلش وباعد هو ما يقعد وخمو كيفاش بشافره بالمنتخب الوطني التونسي لكن احنا مشينا في تواجه اخر عملنا المقابلة هذي كوريا الجنوبية بش نحضروا بها المقابلة اليابان ولي اكيد ربش يكون معناها تقريبا الشواء تكتيك اللي بش نلعبوا بيه ضد المنتخب الياباني بش يكون موجود ضد كوريا الجنوبية مش بش نقول اصون بوصون وبش يكون موجود على تيل تسعين دقيقة لكن نحن نشوفه الشواء تكتيك في نس ساعة لعب في ساعة غير بوع في ميتون نسى اكثر بالتفاصيل نحكيه على امور هذي لكن خلينا نحكيه على بعض الملعبية اللي متألقين وبارزين ماشا الله عليهم ربي بقى عليهم الستر نحكيه على سيفاللطيف اللي قاعد يقدم في مستويات كبيرة خاصة منذ خروجه اعارة في الموسم هذا مليابي قاعد يسجل سجل خمسة اهداف منذ انتقاله الفريقه جديد ملنجمه كان يقولو خطوة مهمة لللاعب انو ولم يلقى حظه ولم يلقى فرصه ويش يلعب مع الفريقه اللي متوجد فيه ولي مسح معه عادي جدا يبدل الفريق متاعه وبعد نشوفه البروز المليابي نشوفه المليابي قاعد يقدم فيه عروضة قوية المليابي معناه وين استحقه المدرب يلقاه سيوية معناه هبته في وسط اللعبة نلقاه الملياب يتقلق ويسجد سيوية انه موجود ملوز زدك كيف يتقلق ويسجد بالنسبة للبوست متاعه حاجة تفرح برشا انه نلقاه المليابي يلعب على اليمين وكيف كيف يلعب زده على اليسار وفي وقت من الوقات يلعب بونتا نعرف اللي ديما نقولها ونعودها حطه في البلسة اللي نجح فيها واللي هو يتح فيه بشي نجم يقدم لك الايضافة لكن كنشوف المنتخب وشوى متاعه طوى عندك اليسل عشوري موجود على الجهة اليسار معناه خلينا نقوله مليابي يكون فيرميه عندك مليابي اخر سيف الله الطيفي نجم يكون موجود على الجهة اليومية يعطي اكثر حلول للمنتخب الوطنين تونسي في ذل تقلق المليابي هذو من نجموش نتعديه على اخبار ريهم حنبع المجبري هو ارتفاع ارتفاع ممتاز جدا لمليابي يحبينيها مليابي يدزينها معاها مليابي خلينا نقول وكلي كنا واقفين معاه ما سيبنيش على خاطر كنا نعرف ومتأكدين انه بشيكون هو نقطة التحول في المنتخب الوطنين تونسي وتقريبا خلينا نقولها انه توقع الي المليابي هذيه بشيكون هو من ابرز لمليابية ولا خلينا نقوله اكثر مليابي عنده قيمة تسويقية انتمي للمنتخب الوطنين تونسي بغض النظر على تواجد كل من عيسى العيدوني الي قاعد يلعب معنا في نيونيو برلين في المانيا كيف كيف زاد الياس السخيري الي قاعد كيف كيف يلعب في المانيا نلقاو حمنا بعلي المجبري بالرغم الصغر السنة متاع وعشرين سنة ما زال ما قدم حد شي بشو نكونوا واضحين معنا ما زال في البيضايات متاع ولكن المؤشرات الكل رأي ايجابية للمليابي واليوم وقفة مع المليابي هذيه بالرغم الانتقادات بالرغم برشة كلمة اللي ما هواش صحيح واللي اكيد رو بالنسبة لينا معنا حبر على ورق ما يعني حد شي لحمنا بعض المجبري لانه طوح حمنا بعض في الطريق الصحيح وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ربي يجيبه في السواب بالنسبة الخيارات جلال القادر مايش في نحكي عليها برشة لكن اكيد نتمنى ونشوف تشكيلها المثالية للمنتخب التونسي لخط اليوم والمنتخب عمال نويت عن معناها مليابية يلعبه في وسط الميدان ما نتصور شي تبدل أو بالا بش يتغيره. عنا مليابية يلعبه في محور الدفاع زادة كيف كيف معناها قيمة ثابتة. كيمة منتصر الطالبي لدور منتاع المنتخب لوطنة تونسي في محور الدفاع. عند اليون بنسبة لنا ينجم يكون بنسبة تسعة أسعين بالمية. كيف كيف زاده ثابت على مستوى الهجوم معناها مليابية عندك دوكاليتي اليوم ماشاء الله عليهم. عندك النم اللي اكيد مانيش مش تعديوه على الخبر هذا وما نحكيوش معناه عجيزة اللي عملها على فلاستين وتغيير معناه الفوتود وبروفيل متاعه حاجة مزيانة على الاخر وحاجة ما تخليك كان كتونسي تفتخر بالمليعبي هذية وباللي تحب معناها باللي نحكيو ديما نقول ومليعبي ما شاء الله علي كوارجي برشا عنده اخلاق عالية مهما كان الاختلاف متاعك مهما كان انتي مائك الفريقك في تونس رك ما تنجمش بتحبش يوسف لمساكني اللي قيمة فنية انه مليعبي ما شاء الله عليه ربي بقى عليه ستري نجمي عاون المنتخب الوطن التونسي حتى في ذل الانتقادات الكبيرة اللي اتعرض لها في المونديال والي بعد المونديال واقبل المونديال ويستحقنوا الساعة وربع دراج لكنه حضروا في المنتخب التونسي هذه حاجة ايجابية جدا للفريق ككل ولمجموعة شاء الله ربي يوفقهم الولاد وشاء الله ربي يجيبهم في السويب ونحفظوا المقابلة هذه اللي بيش تكون فما حصة تدريبية الاولى على ارضية الميدان بيش تكون غدوة ان شاء الله من عرش التوقيت بالضبط لكن اول حصة تدريبية ان شاء الله بيش تكون غدوة بما انه المنتخب التونسي كان نوصل لليوم وبعد بيش تكون المقابلة اللي ان شاء الله مبرمجة يوم الجمعة اللي اكيد توانس الكل يستنيوا فيها وبيش نشوفوا مقابلة مباشرة ضد الفريق هذيت ونرجع ونحكيوا اكثر باللي دي تايي على الامور الفنية والتشكيلة والامور هذيك اللي تخص المقابلة نختم الحلقة بموضوع كما قلنا معنا تجنيس لعب جزاري اليوم برشا كلم وبرشا حديث معنا كانت لولدته السحف التونسية كنت لولدته الاذاعات التونسية كما موزهيك احكيت معنا في الموضوع هذا توفيق الشريفي اللي ابدى الرغبة متاعه نقول ابدى الرغبة متاعه في تقمس ازياء المنتخب الوطني التونسي وفي تجنيسه للمنتخب التونسي وهذه ما يدل كان على حاجة يدل على كونه الملاعبي يحب تونس الملاعبي يحب المنتخب التونسي. هذي من جانب الملاعبية. هذي نحكيه من جانب الفني نقوله اليوم اسكوا احنا عنا الملاعبية اللي نجمه يكونوا موجودين في البوست هذيكا ولا مضطرين انو كشنز جانسو ملاعبية. والهن يعني ما نحبش برشة لكلمة التجنيس لانو فما عامل مهم جدا ماناش نقدو نحكيه على الامور القانونية ولازمك خمسة سنين تلعب معناها في تونس ولازمك تاخو لو رقمتاعك في تونس بش ناجم تجنس بعد نلقوا الملاعبية كما شفنا برشة ملاعبية سيلفا دو سانتوز شفنا جوزي كليتون وعنا هذي هم ابرز ملاعبية اللي مروا على المنتخب الوطني التونسي فما معطى مهم جدا تنجعوا نحكيه وعليه لكن خليني في قيمة الملاعبية القيمة الفنية اليوم قاعد يقدم في مقابلات كبيرة مع النادي الافريقي قاعد يكون في يعمل فيما تشوي تبهين واهم عامل بالنسبة لينا بغض النظر على الايديات امتاعه اللي نشوفه في الملاعبية معناه عنده مارش دو بروغرس كبير انك ملاعبية عندك تقريبا في عمره واحدة عشرين سنة حاجة ايجابية جدا وهذه تحسب للمنتخب الوطني التونسي النقطة الثانية والمهمة بالنسبة الينا اللي بيش نحكي فيها هي لما نحكيه على ملاعبية اصلا نلقوا الملاعبية عنده عروق تونسية بغض النظر اني قلت رو حكيت بتجنيس الكلمة هذي منيش بتحبذها برشة لان وقت اللي نلقوا الملابي يحمل العروق التونسية اليوم ما النجمو كان نكونوا فخورين واليوم ما النجمو كان نكونوا فرحانين بالحاجة هذه انه بش نبقى 어느 منيليبي يمثل للمنتخب الوطني judicial وتكون تونسي منا فينا صحيح ماانا كيما عيسي العيدوني اللي الملابي الجزائري يحمل زادك كيف الارق التونسي وكان يمثل للمنتخب التونسي كيف كيف زادة اليس العشوري اني يمكن بعض الناس ما تعرفش انه زادك كيف كيف عنده عرق جزائري وعنده عرق تونسي ويمثل في المنتخب التونسي برشة ملاعبية إن شاء الله يقدموا الإضافة للمنتخب وهذه يريح حاجة بشكل نقطة إيجابية بالنسبة لنا وهذه في مصلحة المنتخب التونسي عمنا رأوا اليوم المادة الخامة في المنتخب عمنا ملاعبية في البطولة الوطنية لكن ما هو ماش معناه على مستوى عالي جدا وما هو ماش بالكثرة الكبيرة معناه نشوفه تقريبا دي ما تلقى العمور 31-32-33 سنة مريح كبير في العمور منتصر الطالب إن شاء الله رب يبقى عليه ستر يأتي بر صغير فما علي غرام اللي المعب هذي يطلع غير معناه الملاعبية هذو ما نجموش هكا نحكيه على ملاعبية نقول والله هو ما تاوي نجمو يكونوا في المنتخب التونسي في قادمة السائل من السنوات نتصور مشروع ملاعب كبير إن شاء الله بشيكون في المنتخب هكا كمنا الفيديو متاعنا مخصيبوك ويعطيكم السحة استنيونا في فيديو جديد سبحان خير نسكن